وسط اصوات الشعب المحتفي بالوحدة وزغاريده المدوية احتفالا بها يتوه الصوت الداهب عكس اتجاه اليمنيين اذ لا يتطابق مع صوت التمزيق والتقسيم سوى صوت المحتل والمستبدين فالفريقان الاحتلال والاستبداد يرعبهما توحد الشعب في وجه ظلمهما فلا ينجيهما من الغضبة الشعبية سوى سياسة فرقت سد اما الشعب الذي ذاق مرارة الاحتلال والاستبداد معا فيدرك ان الوحدة قدره ومصيره وشرط نجاته في الحاضر وبقائه مع الكبار في المستقبل وفيما مضى من الام شطر الوسرة الواحدة اجباريا بين شطري وطن الف سبب تدفع اليمنيين للتمسك بوحدتهم والاحتفاء بها على امتداد اليمن الاحتفاء الشعبي الذي يفوق الاحتفاء الرسمي بمراحل وكما يعبر عن ادراك مجتمعي باهمية الوحدة التي قدم لاجلها ثوار سبتمبر واكتوبر التضحيات فانه تأكيد في الوقت ذاته على كون الاصوات القليلة التي تنال من اعظم منجز يمني انما تعبر عن ذاتها المحصورة وعن داعمين للتقسيم والتمزيق من خارج حدود اليمن الكبير بجوار الاحتفاء الشعبية التي عبرت عن نفسها باكثر من اسلوب وطريقة توالت التهنئات بعيد الاعياد ذكرى تحقيق الوحدة اليمنية والتهنئات العربية والدولية بعيد الوحدة لا يمكن قراءتها بمعزل عن مشهد الخناجر المسمومة التي يتم شحضها لاستهداف الوحدة ذاتها لتأتي الاحتفالات الشعبية والمواقف العربية والدولية ردا يمتزج فيه الموقف الشعبي وهو الموقف الاصل والاقوى مع الموقف العربي والدولي وهو موقف يدرك اصحابه تداعيات استهداف الوحدة على دول المنطقة كلها يمتزج الموقفان ليفرضا على القيادة السياسية الوقوف في وجه كل ما يستهدف وحدة اليمن وامنه واستقراره بصلابة اشد واكثر وضوحا فالوحدة قدر الشعب وقراره والتعبير عن الادارة الشعبية يوجب الانتصار للقدر الحتمي والقرار ليفهم بوضوح من يستهدفون الوحدة انهم يناقضون حقائق الجغرافية والتاريخ وينتحرون بالذهاب عكس المسار